لا لا اصلا كده هتموتني اتقل اتقل تاخد حاجة نضيف بس ايه رأيكم في الراكنة? ايه لا اخبار يا شباب معكم محمد جمال من قاتل عميدو حالة جديدة في سلسلة التعديل واحد اقول ايه سلسلة عميدو فيها سلسلة تعديل بالزبط كده انا ملت صراحة بالسلسلة ان انت تفضل ماشي بخط المستقيم والبيوت قليلة والكلام ده كله والمؤمن رجعت نتالي لسلسلة التعديل واللي فيها هنعمل حاجات اسطورية بالاضافة كمان انه السلسلات مش هتبقى فيها رقم معين وهيبقى فيها حاجات مجنونة هتشوفها جاي في الطريق. طب ايه عميدو اقول لك هلتاخد حاجة نضيفة? المهم في حقيقة النهاردة جاي للتليفون صراحة زي ما انتم شايفين برن. ايه عميدو. ايه حبيب اخبارك ومين معاي? انت مين يا ستا? والله يا ستا انا عندي اودوبيس كده تعبان. اه فانا كنت بصراحة عايز يفتح فيه اهوة وكده يعني. تفتح فيه اهوة ازاي مع. يعني افتح فيه اهوة فهم انت الموضوع زكراسي بقى وشاشات ودنيا وبتاعه ودنيا. افل يا اسطى افل ايه? في جاي لك جاي. ده ايه 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 الكائل الغريب ده يعمل حاجة? انا غلطر اصلا انها ردت عليه اساسا. في حالة الارضة عايزين بقى نعدل اوتوبيس ونحولهم الاوتوبيس عادي خردة معافل ملوش ايه ستين لازمة لوتوبيس يعني هيبقى اهوة. اهوة بناء على طلب الراجل. عايز يعمل اهوة متنقلة. لا ربما في السلاسل قدام ان شاء الله نلاقيه جاي لنا كده بقى بوتوبيس فيه اهوة وبتاعه ودني وعد نشرب اهوة مع بعض بقى ونضحك معه. يا سلام. في البداية لو اول مرة تشوفني فاتمنىك تشترك معايا. ولو انت بعمل زمان فما تزالش تحطرنا لايك وصالوا على الحبيب يا جماعة في التعلاقات تحت. انا عايزكم النهاردة تملو التعلاقات كلها. صالوا على الحبيب جلبك طيب. او صالوا على محمد. عشان برضو ناخد حسنات كلنا كده مع بعض. لربما حسنة واحدة تدخلك الجنة. لك انت تخيل والله حسنة واحدة بس. وفي نفس الوقت برضو بيني وبينكم بصراحة انا محتاج تفاعل سواء باللايكات او بالتعلاقات او بالمشاهدات حتى علشان نرفع القناة شوية. لان القناة بتقع اليومين دول بصراحة معرفش ليه يعني هل انتو زقتوا مسلا من الالعاب دي هل مسلا فيه العاب تانية مسلا بتروح تتفرجوا عليها. ياريت برضو تعرفوني في التعلاقات يعني ايه نوع المحتوى اللي انتو بتتفرجوا عليه اليومين دول او بتتبعوه. انا معديش مانع ان انا اقدم اي محتوى بس المشكلة ان انتو او فئة كبيرة منكم بتحبوا محتوى مسلا ازا من المحتويات دي معاني بصراحة ودي انوع بس انا مسلا لما باجي انوع باشوف الدعم واقع يعني فيك تملكم مش حب ان هو يتفرج على حاجة دي فهو غصبا عني بوقفها لكزا سبب اولا بحس ان انا مسلا بضيع وقت كبير او في حاجة انتو مش حبينها وتاني حاجة برضو لو افضلت ماشي في الحاجة اللي زي دي وانتو مش حبينها فبالتالي كتير منكم مش هدخوا يتفرج عليها فبالتالي بتاع القناة بيقع او تقييم القناة بيقع فهي دي المشكلة الصراحة يعني فازي نرفعه بقى لو انتو مسلا شوية ببصوات مسلا بتتفرجوا عليا وكل واحد فيكم كتب تعليق او مسلا حطرنا لايك او الكلام الجميل ده كله خلاص انت كده مية مية معلم كده انت رأى وقت على الفيديو حبيبي هستا طيب دلوقتي بقى احنا المفروض متوجهين الى ساحة الخوردة عشان نشوف ايه لهذا الكائن الفزيع بعد كده هنعمل اجراء نظافة لان اكيد من كتر الركنة اللي فيه اكيد هيعوز تصبيط بشكل كامل بعد كده بقى هندخل على جوة نفسه ونبدأ بقى ونزبطه بالشكل اللي هو عايزه تاني حاجة زي ما انتم شايفين العربية الله يعلم يا اما سخنة يا اما فاصلة بنزيم وهي في الغالب كده ترمبت البنزيم بتاعت العربية فيها مشكلة لان العربية اشتغلت تاني يعني اللي هو عزيزي يعني وبعين انت اصلا فيك هادي لبنزيم استنوا ده لسه يا جماعة يعني على الشعر يعني ممكن تفصل مننا تاني يعني ربنا يسهل بس وتوصلنا لصلاحة الخرطة الهناك لان بصراحة مش هتحرك من عندها الا ما نكون زبطنا البص بشكل كامل وقت ما تحرك اصلا يعني العربية دي عايزة اقول لك ان احنا اصلا مش هتحرك بها في اي مكان يعني. تاني حاجة والفكرة اللي جات في دماغي قبل ما ابدأ اصور الحلقة دي على فكرة جماعة لمصور الحلقة دي الساعة ستة او الساعة سبعة لعشرين ديقة بالزبط يعني الساعة سبعة لتلت لك انت تخيل فجت للفكرة شوف امتى الصبح بدري طبعا ده انه في حوار كده داخل فيه جديد وآآ بصراحة واخد من وقت كبير وحوار تاني اللي هو حوار اللي هو سلسلة بقى تصوير الافلام والاحماس فزي ما تقول ايه بياخد وقت كبير شوية خاصة الفكرة ما تكون في بدايتها او في بداية منتاج لها فبقى الموضوع معقد شوية فان شاء الله ربنا سهل يعني الفكرة تزبط معنا وزياد كمان يا جماعة عايزة اقول لكم آآ يعني في حوار كده برضو هو هو الحوار برضو لا اخد وقت بصراحة لسه بتضرب عليه وكده علشان فيه فلوجات جاية واحد اقول لي فلوجات ازاي عملي بيدي انت لسه وطلعت بوشك والله يا جماعة زي ما تقول كده الفلوج ده هيبقى فلوجة تجريبي آآ لو زبط آآ ممكن ممكن ساعدة اكون طالع بوشي فيه ليه لأ يعني اصلا بصراح مش شرط ان انا اجيب كاميرا وبتعلي ان الكاميرات صراحة غالية قوية قوية يا لهو الكاميرا اللي كانت في ابل رخص بالفين جنيه دلوقتي بعشرة بتلم جنيه آآ يعني وجودتها سيئة للغاية ده حتى فيه جشع تجار برضو في الحاجات اللي هي الملاش ايه لا حول لا لا قوية الا بالله علي العظيم الله يعديها يا جدعي انا على خير ان شاء الله المهم احنا خلاص كده تقريبا قد اقتربنا من ساحة الخردة بس مسافة كبيرة احنا ملالنا قديه ماشين والبقى لنا سبعة وتمانين كيلو سبعة وتمانين كيلو ماش معقولة يهلت اللي اللي ملايه ليل عينة وتليل اه هي ساحة الخردة خلينا بس ندكن هزي السيارة هنا عشان ما نندمش ونقول يا ريتنا كده في الاباشة البتاع بس كده بسم الله الرحمن الرحيم ادخل من هنا او من هنا اه انا بتحير خليه اعمل حاجة ندخل البيت من بيته احسن عشان نستأذم من زعتر اللي هو اللي هو بيعرفش هو هيدا ولا لا اه حاجة زعتر اخبارك يا رئيس حبيبي ياسميني حر يا رب تكون بخير ممكن بقى حط عندك البتاع ده كده خلاص احنا حتلينا ساحة الخردة دي ندخل بقى ندور على الاوتوبيس يا مساء للحال يا رب اها هو الاوتوبيس يا نهر ابد بس انا عندي سؤال بس محيارني اهو الاوتوبيس ده دخل هنا ازاي اساسا لا حول ولا قواته الا بالله والله بصوا يا دب على قدك وانت معد بس ننزل بقى نشيك على الدنيا كلها يعني الدنيا كلها مصدية الماتور بتاعه يعني الحمد لله كويس بالنسبة لبنزيم بتاعه يعني يا رب واحد من عشرة يعني ده يا جماعة مش مكمل يعني واحد في المية من لتر بنزيم او هو واحد في المية من لتر بنزيم بالنسبة للزيت بتاعه الكولر طبعا اكيد هي بفاضي يعني انت مش شاف مصد ازاي اكيد نزل حاجات كتير منها وطبعا اه محتاج برضو اقول احنا بس يهميني دلوقتي يا جماعة ان احنا هنطلع الاوتوبيس ده من هنا ازاي ما هو لازم يطلع ويمشي ويقفليني هنا عشان نعف نشتغل عليه اما بالمنظر ده مش نفعا هائي بحيز دك بس ممكن تجيب لأي حاجة اي حاجة بتتمسك اي ده يا جماعة فيش هنا اي حاجة بتتمسك لا حول الاقوات الا بالله الراديو ده برضو مهمة جدا هنحتاجه دولة عشان نحطه في الاوتوبيس كسر يا مدير كده ايوة الله يعطيك الف عافية قنابل يا نهر ابيت بنأولها ودي اي ده ان شاء الله يا لهو ده كنبلة يا جماعة من اللي بنفجره ده لا حول الاقوات الا بالله المهم يا سيدي دلوقتي بقى احنا محتاجين ان احنا نحط شوية زيت للاوتوبيس وبرضو شوية ماية بسيطة جدا عشان نقدر نطلعه من هزين منطقة فخلينا اول حاجة برضو نحاول نفتح الباب بتاعنا والله العظيم ما عارف هيطلع ازاي ده لا حوله ولا قوات الا بالله افتح كده يا باشا الباب وانا ليه سمع صوت ماية شغالة سمعين صوت ماية شغالة والله في صوت ماية شغالة انا معرفة شغالة من فين المهم علينا دلوقتي بس خلالها نزود له كده شوية ديزل انا بصراحة مش هحط كتير يعني انا هكملهم واحد لتر بالزبط اللي هو اللي طلعوه من هذا المكان وبعد كده نحط الجركن دي بس هنا انت ايه ادي ندخل بعد كده على الماتور باشا هنبدأ نحط له شوية اويل احلى حاجة ان هو مفضل اويل اللي فيه اصلا بعين احنا كده كده اصلا يا شباب هنضطر ان احنا احنا هنحطه هنفضيه تاني عشان يعمل بس دورة كده غسيل جوه الماتور وبتاعه الدنيا دي لك انت تخيل عشرة لتر اويل يا نهر ابيض عشرة لتر يا ليلة الليل على البيضاء بعد كده ندخل على المية ممكن تطلعوني من الى رئيس بعد ازنك يعني ايه عايز اطلع يا اصطر يا نهر ابيض المشكلة يا جماعة مفيش انت اصلا كارسة حواليك بحيس مسلا حصل لك اللي حصل من شوية ده فمستحيل ان انت تطلع كويسين لتر مية كده كده اصلا هيتغير دلوقتي بقى حانت اللحظة لا لا القهوة جاهز يا جماعة خلاص بيدان من ايه من دي وجوده ايوه اشتغل طب والله الحمد لله حلو قوي حلو قوي زي الفل بص يا جماعة احنا اخرنا كده يعني انا ليه محور هنا صغيرة قدر احوض من خلاله بس لا اله الا الله لازم بقى نحاول يا جماعة ان احنا نزبط نفسنا على هذه المنطقة برضو ايوه محتاجين برضو ان احنا نعكس الاتجاه بس ازاي يعني البص اخره كده ما هو كده مش يطلع لا اله الا الله ايوه ماشي ماشي تمام ان شاء الله يا جماعة يقدر يطلع بس انت رخم ياسطن مشكلة جماعة الجزء الورا ده رخم جدا اه اتعبنا بقى معاك بقى انت افضل اتعب فينا كده اه يا مساهل والله يا جماعة بصوا الجزء الورا ده مش نافع فيها طيب بصوا بقى انا عندي حل لا يسهل على الموضوع ده كله واو ده فيه متسكلة انا كامل بسم الله ما شاء الله السلحة الجاذبية هم اخترعوا لي عشان اتفرج عليه اكيد لا طبعا ارفع كده مدير لفوق حاسب يصطب اتشقلبش اه يليوي بتاعك تفكي حزين طب ايبعد 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 روح 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 طب ده ازاي جماعة انا نزله تحت ازاي ده انا مش فاهم انا طب استنوا كده ايوه 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 ده الله يهديك اهدى الله يهديك انت كده كده اصلا كوشيتك كلها هتتغير لان كوشيتك اللي فيك قديمة طب بعد ازاك بس ممكن تتعدل يا لهوة على الوتوبيس وسنين والبيضاء يا نهار ابي انت ايه يا اصلا انت كل الكوشيت تختفي وانت اللزينة يلا انزل بقى تعيدل ايوه الله يعطيك مليار عافية اطلع كده برا ايوه رايح فين انت بقى رايس اه اخد خد على خد على خد على رايح فين لا لا اصلا انت كده هتموتني اتقل 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 تاخد حاجة بس ايه رايكو في راكنة عليا نعم راكنة معلم احدش يقول ايه ده بقى ده انا حاجة بقى المفروض بقى هنفك الكوشيت دي بص بص زي زي تحت اللي ايه حول ولاقواتها الا بالله اصلا من كتر الكوشيت ما ايه تلفأ اساسا مش حابة ان ايه تقعد مع الوتوبيس خلاص ما تفهمش الوتوبيس ده عمل في ايه اساسا حول ولاقواتها الا بالله يلا لا اله الا الله المهم ما سيدي اولا كده محتاجين برضو استنى برضو لحظة واحدة انت راحين فين برضو والحاجات بتاع دي لازم تترمي كلها ملاش لازمة يلا عمل حاجة مع السلام اه انت بقى الوحيد مش عايز تترمي ما اعرفش مالك انت بقى وانت تعال انت التاني يلا مع السلام يلا يا عمي شوف انت راح فين يلا انت بترجع تاني ليه يلا يابا وارا يابا يلا والله لا تترمي جوه ايه فيه انت عبيت ولا ايه طب ممتاز جدا كذا ما انتم شايفين البوزة ما بقولوا كده ايه على الحديدة بشكل كامل نتأكد بس ان الفرامل بتاعته مجهودة ليه ليه فرامل لك مش مجهودة وفيليب عايزنا كده بتاع حضرتك اه كده مقفول طب ممتاز جدا هو اصلا مقفول من الاول اساسا المهم محتاجين ان احنا نجدد البص ده من الشكل المصد من اللزينة ده سيحبين شكله عامل ازاي يعني هرابد على الصدق ده واكله اكل لشكل فبريكة وعلشان نعمله ومحتاجين فرشة ليه الفرشة دي مصدية يا جماعة ده ده بصوا يلا يحاولوا ولا قوات الا بلا خشي جوه يا حاجة بعد اكي نجيب البخاخ رش تاني اكمان مرة بس كده نخلي شكله كده غامل ونخليه شكله البلمع ابن الناس المحترم اللي هو ده وايه اخرك كده يا انهار بالدواء اخرك كده اساسا يا جماعة طيب ما فيش اي مشاكل عادي جدا ولا نزعل نفسنا. تاني حاجة محتاجين يا هنا الكفرات بتاعت البص ده كله. محتاجين حوالي ثمان كفرات بالزبط. نبدأ وقت ركب الكفرات. بصوا حتى الكفرات بص لونها ابيض ازاي وحاجة ريئة. بسم الله لا يا بايش ابي عايز اخش جوه بقى بطل استعباط شوية احنا بتزبط دلوقتي بص لناس مش البص بتاعنا. ركب كده يا مدير الله يعطيك الف عفو. شوف يا باشي شكل عامل ازاي. يا باشي شكل اسطورة اقول بص لونه ابيض والكفرات بيدر. بفكر اصلا ما غيرش لونه البص اساسا. لا يعمل يدو اغيره عشان يبقى ابيض كده مع اسود. نخليه بتفسود. هيبقى شكله جامل بس الاسود. هيعمل كده اكتئافة منت ازاي للبص نفس. المهم نبدأ نركب والكولنج شوف تبقى انت كده ما تركب تركب على انضاف على طول. وده طبعا كفر احتياطي او ده مسلا هيبقى فين في بوز البص من قدام مسلا. ولنحطه وراء. والله على حسب صراحة يعني لو شكله كده مقبول قدام نسيبه قدام. لو شكله مقبول وراء نحطه وراء عادي يعني مش حوار. تركب كده يا مدير. ولا والله يا جماعة الشكل هنا قدام يعني يعتبر نوعا ما مزبوط وكويس وبنى الناس ومحترم بس احنا برضو ممكن نزوء هنا سنة كده بالشكل ده. ركب كده يا مدير. يعني ممكن سنة برضو شمال حضرتك يا فنم. بسم الله ما شاء الله عليك بص. اللهم صلوا عن نبي عليك. كده زي ما انتم شايفين البص رجع فابريكة برا وجوه. طبعا يا صراحة يا شباب طاب له شكله جامد. بس لو لاجينا مسلا نورنا الكشفات فالكشفات نوحها منه الاصفر. الكشفات الصفرة بتسحب قربة كتير. فبالتالي مسلا لو صاحبك وقعت شغال في القهوة. يعني وساب البص مسلا يشغال على البطاريات وكده من غير مولد. فالمشكلة ان القهوة اول بتاع مش هيكمل معها كتير. فاحنا محتاجين ان احنا نغير الكشفات دي للكشفات الليد. خلينا بس اول حاجة ايضا نسينا صحيحة جماعة. نبدأ نفتح الاخطية اللي ورا دي ونبدأ نملأ الزيت بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم يا مساء الحال يا رب. الجامل في الموضوع احنا معنا تمنتاشر لتر مية. طبعا يا جماعة لازم اول حاجة هنعمل اساسيات اللي هو مسلا محتاجين نعمل خزانة مية. هفهم انت ازاي? اه حمام. اه حاجات زي دي دي ضرورية جدا في القهوة طبعا عشان مسلا ممكن واحد طول النهار مسا يشرب شيء وقهوة. طيب مسلا حاب يروح الحمام يروح فين يقول له يروح الجامع هنا ما عندهمش جوامع. فكده يعني فاحنا لازم برضو نزبط لهم كل حاجة والله الحمد لله نعمة الجوامع عندنا يا جماعة. انت مزدوء في اي مكان. الشيء الهم اساسي للجامع المفتوح هدخل عمل حمام واطل على طول. بس اهم حاجة مسلا انت تنظف وراك عشان في الناس كده بتدخل تباوز الدنيا وتطلع. فبيتعبوا بقى معهم الناس اللي بيجي نظفوا الحاجات اللي زي دي. لازم يا جماعة تشيلوا هم الناس اللي هتيجي تعمل حاجة. اي شغل بقى مش شرط بقى حمامة اي حاجة. انت مسلا يعمل حاجة الناس اللي بتمشي تلمز بالا في الارض. فاهم انت ازاي? شيل هم ان فيه واحد هيجي نظف وراه. حط نفسك مكان وانت هتعمل ايه? اكيد هتكون مدائي يعني بس فهي الفكرة في كده. ايه ده انا فكت ايه? اه ده تانكل بنزيم. فيه كامي يعمل حاجة ده. اوف على اللخبطة. مية. يا المية دي خلي بالك لو دخلت الماتور ممكن تشقاوت بوزه من جوة. لذلك احنا برضو محتاجين ان احنا نفضي هزي المية ونبدأ معين هو لتر واحد يعني فهم انت ازاي? المهم هي لازم تتغير قبل ما نشغل الوتوبيس الحمد لله احنا مشغلناهش. فاحنا هنجيب الخرطون المحترم ده نفس الام ونفس اللمة اللي بينزل بيها دي. ونبدأ نكب كده هيلاقي المية. ايوة بس كده الله يعطيك الف عافية. وبس تحطينا كده يا مدير شو شو يا جماعة? بتلام? ايوة يا ريتك والله العظيم تتلام ده انت هتريح الدنيا كلها. بس انت اصلا مزعج والله خرطون مزعج. نبدأ بقى نملاقه له بص واحنا متطمنين بقى شوف شو بشرب ازاي بسرعة? طيب الله ده جامد ده جماعة. ليه ما يخليش كل حاجة زي كده? حلوية تسعتاشر لتر وشوية شوية اللي راحوا من بعدين ازاي هو اصلا كمية طبيعة. اما والله العظيمة انا معارف. المهم هنحط الاتنين دول كده على جنب هنا. ودلوقتي حانية اللحزة اللي هنجرب فيها البص بتاعنا بسم الله. ايوة اشتغل وانطلق على طول ازا كده دنياته كلها مزبوطة. بسم الله ما شاء الله الله وما صلى على النبي. بسم الله الله اكبر. لا يا جماعة. الدنيا كده مية مية. يا السلام. نحاول بقى ان احنا نقاف بقى في خطه مستقيمة عشان نعرف بقى نشتغل بقى على رواءان كده. طب ممتاز جدا. زي ما انتم شايفين اصلا الساحة قدامك واسعة جدا 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 جدا. دي حاجة برضو جامدة جدا. يبقى اول حاجة محتاجين ان احنا نعملها في هذا البص وهو ان احنا نغير الانوار بتاعته دي. عن طريق ان احنا ندخل على قائمة التعديل هنا وندور على لو ادخلنا هنا ع سلكت هتلاقي فيه عندك دي بقى المفروض نخليها بلون ابيض وعملنا مفروض كده كلها بيضة. يعني كله دلوقتي من جوا هينور ابيض. ممكن بقى نديله لون ازرق كده. مسلا نتغمى ده كله ونسيب لون ازرق. هتيجي تبص تلاقي البص كله لونه ازرق. بديك تراحتكم فقا. البص يبقى لونه ازرق الانوار بتاعته على مسلا نسيب لون. يا لأ لأ دك كده بقى يا جماعة. لا حلوة لا قواتي الا بلا. شوفوا الاضواء عاملة لا اله الا الله. والله اللون ده برضو لزيز جدا بس بصراحة هو لون ابيض هو يعتبر اجمل لون فيهم ولون رايق ولون فاتح كده والدنيا كلها شايفة قدامه. بالنسبة الكشفات بتاعت البص احنا مسلا ممكن ندي يعني ثانية بس ممكن بعيزك بس نجيب بس البص كده من بره زي ما انتم شايفين لو تيجوا تبصوا هنا على الكشفات بتاعته. زي ما انتم شايفين الكشفات بتاعته لونها اصفر. فممكن مسلا نخلي واحد من دول لونه ابيض وهو ما بيضش ليه? ثانية واحدة يا جماعة لا 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 ثانية واحدة. هننزل مسلا ده ونخليه مسلا لونه ابيض بالشكل ده. واحد تاني لونه مسلا اه اصفر او لونه ازرق مسلا اه ازرق لا. اقول لك الحاجة خلي الاتنين برضه كشفاتهم لونهم ابيض عشان برضو يتعرف من بعيده هو جاي. فخلي الاتنين لونهم ابيض كده احنا مية مية كده زي الفل زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم صلى على النبي على الانوار بتاعت البص كده في البداية زي ما انتم شايفين صاني يا واحدة بس وليا انا حاسس في واحد ابيض وليل العلمين ده في ايه يا معلم? ايوة كده الله يعطيك الف عافية يا بسم الله ما شاء الله. المهم زي باتوا شايفين كده شكل بص بعد النارة بتاعته. ده بالليل وهو ماشي هيبقى لوني تروح فالصراحة عندك الدخلية بتاعته دلوقتي هتشوفها بالليل لما الليل ييجي هتبقى برضو جامدة جدا. نيجي بقى المرحلة التانية وهي مرحلة خزانات المية. لازم نحط برضو خزانات مية جوى البص لان خزانات المية دي هتساعد يعني مسلا راجل اللي بيعمل قهوة او اكل وشرب بان يعني يبقى في خزان مية فاهم يملى منه مية وفي نفس الوقت برضو يبقى الحمام والكلام ده كله. طيب الخزانات ده هنعملها فين? هنعملها فوق الوتوبيس. خلال نطلع فوق الوتوبيس بسم الله الرحمن الرحيم يا مساء الحالية يا رب. يعني اتوقع اربع خزانات كفاية جدا للبص ده. ده الخزان لوحده يشوف في كم لتر? يعني مية وخمسين لتر. عارف يعني مية وخمسين لتر يعني هيكفوه من الى للسنة الجاية. خلال برضو نبدأ نروس الخزانات كلها بشكل ده. نحاول بقى نسبتهم كده او ممكن برضو نحطهم بالشكل ده. كده برضو هتوبقى اشيك واحسن بكتير. يعني زم انتم شايفيني الشكل الجامد ده بصراحة الشكل الوحيد اللي ده هتوصله لان بص عندك البتاع ده قفل عداء قفل عداء على قفل عداء. ولكن اللي يهمنا في الاخر ان يبقى فيه خزانات خاصة بالقهوة فوق البتاعه وهو ده المطلوب اسباته. نيجي بقى لمرحلة التانية وهي مرحلة التليفزيون. طبعا لازم يبقى فيه شاشة يتفرجوا عليها بس ثانية واحدة بس احنا نسينا يا جماعة موضوع الحمامات. تفتح لبعد ذلك كده ابوب كلها رايز بعد ذلك. طبعا لما ايجي يفتح بقى القهوة هتوبقى مفتوعة كده كلها. وعارف والله العظيم بفكر ان انا اخلي مكان القهوة في الاخر خالص. يعني الراجل اللي هيقعد يعمل الاهوة والكلام ده كله. وفي نفس الوقت برضو يا اخي والله حيرة برضو. يعني انت عايز تعمل برضو اللي هو حمام في الاخر وبتاعه الدنيا دي كلها. طب انتو عارفين مسلا ممكن نعمل حمام فين نعمله هنا في هزين منطقة كده. هيبى طالع كده في هذا الشكل. ويبقى هنا الحمام كده صغير لذيذ. احسن بكتير من انت تعمله في اخر القهوة. وبالتالي كده هتعمل دي الدنيا كلها. او ممكن بس ان نعمله في المنطقة اللي زي دي مع اني بصراحة كنت ناوي ان انا احط هنا تلاجة او بتاع. طب بصوا عندي فكرة. خلاني اعمل الحمام عند المفارق اللي هي اللي زي دي. يعني الراجل واحد كم فاهم الحمام بييجي في الواحد بس بشب البص والحاجة دي تحول يمين الشمال تلاقي الحمام كله دخل في بعضه. ازاي بقى يتعمل الحمام بص الموضوع ايزي جدا جدا اوي. يعني بص اقيز مما كنت تتصوره. اول حاجة بس ثانية واحدة بس هنيجي هنا في المنطقة دي. نبدأ نركب كده بحرف بسم الله ما شاء الله اللهم صلى عن ابي بس باعزنك يا ريس ممكن ان احنا يعني ننزلوا سنة كده بسيطة انا مش هينفع اخرج كده. خلص ما فيش اي مشاكل ركب. بس انا بسرعة حسوا ان هو مفتوح سنة لبرا. لا هو كده تمام. طب ممتز جدا. بعد كده هنجيب هذا الجزء التاني ونبدأ برضو ركبه في المكان التاني. طب حد فيك يقولي عماميدو شمية انت اخترت الاتجاه ده يعني مسلا ما حططوش مسلا هنا في الاتجاه ده. لا لان ده يا جماعة هيبقى في اتجاه الباب يعني كده كده سواء الباب ما وانا قفلت يس طب عايزناك بس يقفل الباب اللي هوقل في النص ده بس متشكرين جدا لحضرتك يا فاندم. فهيعتبر المكان ده مش هيضر قوي يعني فاركب كده يا مدير الله يعطيك الف عافية بسم الله ما شاء الله بيقول لك ايه اصلا ممكن تعدل نفسك كده شوية كمان سرنا بسيطة بالزبط كده شفته يا سلام عليك عماميدو على حماماتك بس كده يا جماعة الحمام ما هيبقى بالعرض مش هيبقى بالطول ولكن عندي ما فيش اي مشاكل. ده ده بقى احنا محتاجين الكولر. الكولر ده يا جماعة هيشتغل منه زي ما تقول بسلا بيطرد الروايح برا وفي نفس الوقت كده ده ايه السفون بتاع الحمام. وهيتحط هنا في المنطقة دي نفسي افهم وهيحاول طبعا عن المنطقة اليمين ولا الشمال ولا انزوه ده الله عزم عارف متحمل صراحة ان انا اشوف يا جماعة انا ماشي بحاولت بالبص يمين وشمال اشوف الدنيا دي تبقى عاملة ازاي المهم ركب كده يا مدير بسم الله مشاء الله ايه اعمل حاجة لازم كده تزبط دنيتك بالتفكر ندخل بعد كده هزا البتاع هنا ثبت كده يا مدير واش بو كياسة الله يعطيك الف عافية حلوة قوي داني حاجة بقى كده يعتبر يا جماعة احنا خلصت الحمام بازلات لو واحد قاعد مسلا كده طب احنا عايزين نقفل على الباب طيب مش نفع كده الصراحة فاحنا بقى دلوقتي هنعمل حركة خطيرة دخالي بس اول حاجة ده هنا وهاتلي التاني ده هنا يلا 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 زوء يلا نبدو بقى نركب كده هو ده كده مقلوب ولا معدول والله العظيم انا معارف يعني هو كده الصح تقريبا ايوة كده الصح لان الاكرة بتبقى المهم هنيجي بقى هنا في هذا الاتجاه كده مسلا هو كده كده الباب مقفول لو هو معمول لبرا على فكرة باب واحد يكفي يا جماعة بس هي المشكلتك دلوقتي عم يميده في البتاع يعمل حاجة بص اهو كده مفتوح كده مقفول مش مهم بقى لو حد جاي يشوفك من هنا لا يا اصطى مش نفع والله يعني تخير حد جاي يشوفك مش نفع لا 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 خلان نجيب برضو ممكن برضو يعمل حاجة اقول لك الحاجة طلع حط دلوقتي هنا اقول هنحتاجها في ايه هتلبس الباب تاني زي ده انا اقول لك هنعمل ايه بس بالباب التاني ده بص حاجة خطيرة لم تخطر على مال احد هنعمل كده الشكل ده يبقى زي ما انتم شايفين اللي يدخل الحمام يا باشا اهو الباب مقفول عليه مهم افتح ادخل وفي الوراك كده انت قاعد مية مية هتشوف بقى الناس ملخورم من هنا ومن هنا محدش هيشوفك يعني لان انت اصلا كده كده يعتبر نور الحمام خافد طيب حلو اوي كده احنا الشاي والاكل والشرب والكلام ده كله فهتتحط هنا ودي اسمها ترابيزة اعدادات الاكل والشرب بس طبعا برضو محتاجين اقفل الباب الاخير عشان ناخد راحتنا برضو في عمل هذه الاشياء صراحة فكرت ان انا اعمل نزام الباب ده يبقى كده يعني الواحد يعني يبقى الترابيزة في وشك يعني اقول لك ازاي دلوقتي بص سيدي لو عملناك اصلا كده بهذا الشكل ما عرفشوا الصراحة هل من الاتجاه التاني هل الوقت بتاع القهوة هيعرف عد من هنا اه هيعرف عد طب ممتاز جدا يعني هيعاني شوية ولكن في الاخر هيعرف عد المهم بس نحاول نزبط كده الدنيا هنا كده بالشكل الجامد ده زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله وما صارعين بس بعد ذلك بس ممكن تنزلها شوية كمان بتاع كده ايوة كده مية مية كده بتاع الشاي بشا هيعد يعمل لهم بقى شاي بقى وقعد مكانه اه يعني بالحق هو ده المطلوب اسباته عايزين بقى باب تاني والباب التاني ده كل اللي هو هيعمله انه هو هيداري بقى على الكوارس اللي هتبقى موجودة هنا دي يعني مسلا هيتعمل كده هنا في هزا المكان كده عشان لو في اي حاجة باينة من تحت يبقى ايه كلها من الدارية طيب ممكن برضو نعمل حل تاني او حل اخر وهو ان احنا برضو نحاول ان احنا نوسع على نفسنا شوية بس انت لو وسعت على نفسك كده انت هتضايق على الجران يا معلم طيب بصوا بقى في حل تاني وحل امثل وحل احلى من ده كله خلينا بس بعيزنك بس النازل ده البتاع ده هنا كده وليكم بالشكل الجامد ده حلو قوي كده مسلا اه كده يا جماعة بقينا كده كويس بقينا كده موسعين على نفسنا جامد جدا 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 هنيجي بقى في الجزء اللي تحت ده طبعا انتو عارفين بقى هيعدي دايق الراجل يعني الجزء ده رخم اساسا وكده يعني فلازم بقى نحط له حاجة زي كده بحيس مسلا الراجل هو معدي مسلا ما يحسش بيها عتبة كده بتاعة الدنيا بص يا بشا تيجي توقف هنا كده مهماكش اي حاجة وده المطلوب يثباته ونبدأ نجي بتربيزة تانية او طاولة تانية والطاولة دي اللي هيبقى فيها بسلا ايه حاجات البهارات بقى السكر والاكل والشرب والكلام ده وهتتركب كده ايوة الله يعطيك مليار عفو بس ممكن تطلع سنة البقى انت ايه ما شغلت تحت بس طب يالله يا زعين بسم الله ما شاء الله بس ثانية واحدة يا السلام ايه يا عمل حاج كده مية مية كده يعتبر يا جماعة زبطنا المكان اللي مفروض هيتحط فيه حاجات القهوة كلها دلوقتي زي ما انتم شايفين ادي الكوبايات بقى نبدأ نرصها هنا انا ما عرفش ليه حس ان انا فتحت بتاع عصير قصب هنا مش قهوة دي عمل حاجة اصبت عصير القصب بقى تلاقي رص الكوبايات كده وقلبها على وشها وبتاع ودنيا اه صحيح ما نقلبهم معي وشيهم صحيح يا جماعة ايوة كده بالشكل ده وسيب بقية الكوبايات دلوقتي هنحتاجها في موضوع تاني دلوقتي خليكوا بس قاعدين هنا يا رب هتشوف يا جماعة بعمل الكوبايات ازاي ده انتم مش هتفتح اهوة يا عمامي دو هنبدأ بعد كده نجيب الشنط دي بسم الله الرحمن الرحيم يا مساء الحال يا رب والشنط دي يا جماعة اللي هيبقى فيها ثانية واحدة او ايه اللي جوه الشنطة ده عايزنا كاس ده كاس والتب خلا نحطوا هنا كده كنوع من الانجازات الوطنية اللي احنا عملناها في حياتنا هنبدأ نجيب الشنطة اللي زي دي كده الجميلة دي ونبدأ نعلقها كده فوق تبقى بالشكل ده كده مسلا دي مسألة تحط فيها مسلا شاي بتاع فاهم انت زي الاحتياط واجب برضو فاهم انت الموضوع ازاي افتح يا باشا بعزناك كده يا السلام عليك يا عميمي دو تبقى بالشكل الجامد ده زي ما انتم شايفين تلت بتعود كده مية مية طبعا في المكان الفاضي الاخير ده احنا ما ينفعش نسيبه فاضي لازم نحط كده في شاشة صغيرة كده بنت ناس محترمة واحد اقول يا عميمي دو دي اهو عايز الشيكبير اقول كده اللي تفت حاجة نظيفة نركب بس الشاشة المحترمة اهولية حاسه مقلوب يعمل حاجة مقلوب زي ما عدول عادي مش فرقة ده عباش الريزي بتعدل عشان ده اهم حاجة في الموضوع ده المهم هنبدأ نركبه مسلا ويركب كده شوفت بقى الشكل عامل ازاي يبقى بقى الراجل اللي بيعمل اهوة يعد بقى يتفرج كده يا باشا وطبعا هينفع ما ينفعش يبقى وايف كده لازم نجيب له كرسو ونحطوله هنا كده في المكان ده بحيس مسلا راجل زي مسلا من الوقفة والكلام ده مش عايز يعد يا كده يا نهر ابيض على الضرح كده مسلا اه يعد بقى يتفرج بقى على الشاشة وفتاحها ومنورها يعد يتفرج وياخد راحته حتى ايجيه اه باشا عايز يا باشا فهم انت البوضوع ازاي? وطبعا درجة الفلوس هتبقى محطوطة هنا معرفش زي بقى يتصرف بقى مناش دعوة كده خلاص احنا هتبقى كده زبطنا المطاقة اللي هي اللي هيبقى فيها اعدادات القهوة والكلام ده كله طبعا في حاجات طبعا الناس هنا وايه هي? اباريك الشاي طبعا احنا اباريك الشاي في قهوتنا غير اي اباريك شاي في العالم كله يبقى بقى بقى مرسوسين كده جبا بعد بسم الله ما شاء الله اللهم صلى على النبي وعندك برضو لو جينا تخنة هنا كده هنحط هنا كده كشير صغير برضو عشان راجل يحسب منه يحط في الفلوس اه يا عم الحاج حالتلك يا جماعة مشكلة اهو يفتب عزك كده الكشير الصغير ده حلو او ده حلو ده يا بقى الله لزيز ايبا بالشكل ده كده افتح الدرج وحط فلوس يقفل تاني وكده متشكرين جدا لحضرتك يا فندم نبدأ بقى نعلق برضو كده سيخ اكل وشرب برضو افتح بقى واحد عايز يأكل سجقة او حاجة يبقى 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 سجقة متعلق بقى يأكل منه وسمك وبتاعه دنيا يعني بص ايه هنروى عليهم كده بسم الله ما شاء الله اللهم صلى على النبي عليك كده بالشكل الجامد ايه يا جماعة اللحمة دي ما لا يعمل كده ايه لا يحاول على قواته الا بالله خليه برضو ناخد ده نحط برضو عندي السواء قدام وده هيبقى مسلا كتليفزيون كده صغيور فسوه بعد ازدك يا برو ممكن تشل الراديو ده نميه كده باخر الدنيا مش محتاجينه هنحط بقى بتاع زي ده هنا كده مسلا لو حابه مسا يسمعه اغاني قديم ولا بتاع يبقى الراجل يروح بقى مشغال لهم سواء هنا او قدام فممكن معايزك تفتح لي كده بسم الله ما شاء الله ايه يعمل حاجة كده هو ده المطلوب اثباته ايه اللي منور الكشف الامامي ده يا ابني خلصتنا البطارية الله يسام حاكم المهم زي اتش شايفين ده مكان القهوة تدخل بقى باش تعمل او وفي حاجة تانية برضو نسيناها طالعا نحط بس هنا كده يا جماعة شكل الشوتجان ده هنا كده برضو عشان يبقى للناس برضو ان احنا ايه اللي مش يدفع الحساب هيتشتجن معانا محتاجين بقى يا جماعة نعمل الارجيلة انتو عارفين ايه الارجيلة ال الناس اللي بتوعد في الاوة بتوعدتش وتوعد كور 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 اه كده هيزهنة طب بصوا بقى يا جماعة شو شو شكل الجامد ده لو ركبنا كده كان نفسه صراحة تدخل جوه اه والله ده شكلها جامد يا جماعة يا زاداو المهم هنبدأ نحطها هنا جنب الكوبات طبعا عشان الناس لما تيجي مسلا تعرف ان هم عندهم اه ارجيلات بقى وبتاع ودنيا ومروين عليهم حلو اول كده زي الفل نعمل بقى هنا كده علامة كده برضو تدلو على ان برضو انت لو مدفعتش الحساب احنا هندفعه لك بالزوء هيبقى بالشكل ده وكده ايوة يا سلام يعني هتاخد بالسلس على طول لو مدفعتش الحساب بعد كده في استغفر الله العظيم اه هنا كده برضو الكلام ده اللي هو سجار فارط برضو طبعا انا جماعة محدد في السجارة بالسجار دي في الحقيقة لان ليه اتنين صحابي واحد مات مخنوق والتاني جات له مش فاكر والله العظيم انا كنت بقول لكم يا عليها دسيت والله المهم يا سيدي دلوقتي بقى ناقصنا اه حاجات اساسية زي الكراسي والقهوة والكلام ده كله خلا برضو ندخل جوه مبدعين كده اول الكراسي واول ما نبدأ بيها بفكر صارح ان انا زبطها كلها هنا كده في المنطقة دي او مسلا ممكن نحط برضو هنا كورسي وترابيزة ونشوف الدنيا خلا بس نبعد بس الكوبات كده على جنب سعني واحدة بس يا رئيس هنزبط لك الدنيا هنبدأ نجيب تلت كراسي وترابيزة هيبقى في كورسي مسلا محطوط هنا في المكان ده وبعدين كورسي هنا كده في المكان ده هتعرفوا ليه دلوقتي لان الكورسي ده هنعمله كترابيزة لا يتحط عليها الحاجة اللي احنا عايزين ايه فهم انت الحوار ازاي فمفروض مسلا انت حضرتك بس هتتزبط كده اركب كده يا مدير بسم الله ما شاء الله الله وما صلى على النبي ونبدأ ناخد الكورسي التاني يتحط هنا كده شوفت يا باشا واحد اقول لك يا باشا كل عايزين بس يا كوبايتين سحلب يبقى انت ايه بقى تخش عليه بقى يا باشا وتدينه سحلب في دماغه على طول ثانية واحدة بس برضو الكورسي ده هنا كده برضو في النص عشان برضو نحاول نوسع على نفسنا مكان هيبقى بالشكل الجامد ده بسم الله ما شاء الله وما صلى على النبي هتلب عزة كده يا باشا الكوبايات اهدا الكوباية الاولى وادي الكوباية التانية زبط بس كده يا مدير ايو اهو يقعد بقى يا باشا يشرة شوفش وحط ده فين بقى شوف يا باشا احتراف يقعد بقى يتفرج ويشم هوا وبتاع وقعد ادي كده بداية القهوة نيجي بقى للجزء التاني ونبدأ نعمل طبعا هنعمل نفس الكلام هنا برضو بس برضو في حاجة برضو عايز اعملها كده يمكن تزبط معايا هيعملوا الوضع ان هي مش هتزبط معايا ولكن عادي ما فيش اهم شكل نبدأ برضو نزبط الترفيزة التانية برضو هنا بس الموضوع بقى هنخلي البتاع بشكل طولي بقى يا سلام شوف القاعدة عاملت ازاي؟ والله قاعدة ملوكي بسم الله ما شاء الله اللهم صلى على النبي ده كافية ده معلم مش قهوة ده انا بصراحة اكتفي بدول يا جماعة لما الزبان تزيد بقى يبا هو يزعودهم مع نفسه لان انا بصراحة عايز اعمل برضو هنا حركة لطيفة برضو كده جديدة وهي بس بعايزنا كده بس ممكن تقفل الباب ده انا مالوش لازم لا قفل باعيزنك الباب التاني كده انا اقول لك هنعمل ايه هنا بقى بص بقى يا سيدي محتاجين بقى ان احنا نجيب تليفزيون كبير زي ده محترم وده بقى اللي هيشغلوا على البتاعات كلها بس ده ما انتم شايفين ريخ مش هبدأ يدخل جوه البص فاحنا نعمل ايه بقى هنمسك التليفزيون ده من هنا ونبدأ نحطه كده اهو وقت بقى ما يبقى في متش كورة يشغلوا على حاجة يبقى كل بقى يتفرج يا باشي على الشاشة كبيرة دي يا نهار ابيض يا جماعة على حجم يا ليل تلليل يا لار ابيض هتفرج ازاي ده يا ستا طب ممكن يدخل جوه ده ولا حرامي يعني ولا ايه يما انا موت ولا ايه انا فين يا نهار ابيض على الشاشة راح يتفنش يا لهوة على التليفزيون يا ستا خلاص انا مش عايزك والله انا انا اسف جدا طب ده هنعمل في ايه ده يا جماعة ده مش عايز يدخل جوه لتو بقى انت لازم هتدخل يا ستا انا مش شريك بقد كده يا زميلي يا نهار ابيض يا جدعان على الشاشة وسنينها البيضة لا اله يا اله يا اله لما انت لازم برضو هتتحطي طيب طب ايه نحطها ورا السواق ولا ايدي ما هو لازم يبقى فيه شاشة جوه يا معلم عشان الناس برضو تقعد تتفرج طب حطها كده هنا كده يا ريس ثبت كده يا مدير اصلا ما تشكره ما في وش زار ياما ياما ده شكله عملاك يا جماعة مخيف يا نار ابيض تعال بس اقول لاخد اطلع اطلع بس اقول لك الله يهديك اطلع اطلع ثبت كده اللهم صلى عن نبي ده بصوا ده اللي هو بعمل اوه يتضرب والله يا حلوة جماعة الشاشة جاي شكلها جامد يا لار ابيض اتا بقى يسطى اتا كده هتجوها الملعب نور كده يا يلتك بيضا النار ده يلتك طويلة طب بصوا بقى بما ان احنا عندنا هنا شاشة ورا فخلينا برضو ناخد شاشة تانية قدام برضو تبه صغيرة كده والشاشة دي هتتحط مسا وليكن فين بقى سانية واحدة بس نمسك كده الدنيا دي ونحاول نزبطها على ان هي تبه هنا كده ايوة بس كده اه خليكي كده مية مية اه على اقل اللي قاعد هنا بقى يتفرج واللي قاعد ورا يتفرج بصوا احنا مش هنحرم حد من اي حاجة طب دول الات بقى احنا محتاجين نعمل ليه فتح لي بايزنك الابواب كلها كده انت ليه قفل الابواب يا ابني حرام عليك يا ابني هنبدأ نجيب الجهاز ده وده اللي هنعتبله زي كده اللي هيشغل كل حاجة عليه وده برضو ثانية واحدة نحطوا فين بقى معلمين هنحطوا هنا في اي منطقة مسلا خليه مسلا هنا كده مش هياخد مكان كبير جدا يعني ايه تحط هنا وقت بقى ما يحبوا يتفرجوا قالوا لك على حاجة خال يا بيشب عايزنك كده بالشكل ده حلو الكلام تيجي تفتح الشاشة دوس بقى هنا على اي الزرار من دول مفروض بقى ايه الكلام ده كله هيشتغل دلوقتي اوتوماتيك يعني فهم انت الموضوع زي المهم انت زي شايفين كده احنا يعتبر زبطنا القهوة انت معك الشاشة النظيفة المحترمة بنت الناس عندك هول كراسي شوية كراسي بسيطة طبعا عنده حنفيات مية بقى وبتاعي يقدر يعمل اهوة للناس عنده الحمام هنا تمام يا الاهوة محتاجة ايه تاني غير ده كله برضو نبدأ بقى نشغل كم نبدأ نتحرك سنة زي ما انتم شايفين بسم الله مشاء الله ايه ده الوقع خزات المية دي يا نهار ابيض طبعا يا جماع احنا القصة دلوقتي حاجة واحدة بس نحطها والنس هتعرف ازاي ان دي اهوة لازم لها بقى 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 شوية صور بقى وشوية حاجات وشوية اعلانات زي ما انتم شايفين قهوة البصرين بسم الله ما شاء الله الله ام صلى على نبي تعالي بقى عايزة كده حاجة دي بقى تتحطي فين هنا كده فيها زي المنطقة ثانية واحدة هتتحطي كده مسلا قهوة المصريين بص يا باشا اهو يا سلام تحيات الاهل مصر يا رجال امنورين والله المهم بس اللوحة دي اخي صغيرة شوية احنا عايزين كده نعمل لوحة كبيرة كده بحيس مسلا ان يفهم انت اللي هو اللي جاي من بعيد يشوفها حلها عندي يا النهار ابيض عن لوحة يا جدعان دي كلها لوحة يا ليلتي الليل يا بلايل دي هتتحطي فين دي والله لوحة ضخمة حرفين يا جماعة يا ليلتك بيضا النهار دي يا عمدة طب انا والله حظم ما شايف طب اتحطي طب فينه لوحة اصلا يا لهوي لا يا جماعة لوحة دي كبيرة قوي هتتقضي على معظم دي هتتحطي هنا كده يا ليلوي دي كلها لا هي عمل حق كبيرة كبيرة فك يا سمين فك الله يعطيك الف عفوة هتالي كده ايوة يا عمل حق خلي طولها كده معقول شوية كده مية مية نبدو بقى نسبتها هنا كده في هذه المنطقة لا انا عايزة سبتك فوق والله يعني ما ينفعش ان انت تنزلي تحت يعني انا سبتك فوق انت نزل يا لهوة عن رخامة والله لا اطلع مسيكك من فوق تعالي تعالي يا قهوة المصري انت انت يا بيت بقى احدش يقدر عليك يا بيت خليها بالشكل برضو مسرة برضو اه تمانت كده الاعلان كله اختفى يا بيت احنا عايزين ان خليك برضو طلع كده سنة برضو طيب استني انا عند حالة تاني حطها كده على الارض ايه القهوة مشيت يا جدعي انت عالي بس خليك اي واحدة كده انا هعملك حركة جندة جدا 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 انا خليك تثبت دلوقت شبك يا بيشة الكرسي ده هو ايه يا جماعة وكله مسر يدخل جوا برضو مش مهمة عمل حاجة اهم حاجة ان قهوة المصريين تمسك فين في الكرسي من بارها هيبوا مسلا بالشكل الجامل ده بص يا سلام ايوة كده يا عمل حاج يا سلام بس انت كبيرة اهو يا حاج لازم تيجي بميل كده برضو عشان ما ايه انت كده كده مغطي على السواق والله العظيم الله يخرب بيت اللوحة دي يا جماعة لوحة مستفزة والله احنا بقى هنعمل حركة ثانية بقى تقيلة شوية ممكن تيجي هنا بالشكل الغريب ده يا جماعة ده اللي قدرت اتوصله بعد كده هنمسك قهوة ولا انت بتبطري ليه يا بيت لا حاول او لا اقواتي الا بلع الرخامة بقى بتاعتك بقى ونيجي بقى هنا في هذه المنطقة كده بالمكان ده كده ثبت كده يا مدير بسم الله ما شاء الله الله وما صلى على النبي ثبت كده يا مدير ثاني مرة بس كده يا شباب زي ما انتم شايفين قاتي قهوة المصريين يا سلام قهوة من لقلبك يا حب يا بص يا باشي شوف القاعدة عاملة ازاي جوة كون بقى قاعد عالكورس كده يا باشي وقاعد تتفرج وقدمك بص الشاشة هي. اصلا القهوة شكلها مرعب اساسا. وطبع ما ننساش برضو بعد الاستيكارات برضو لازم تتحطي جوة طبعا عشان برضو القهوة تبين كده لها حيويتها وبتاع. اصلا انت برضو لازم تعرف ان القهوة دي قرمي بس يعمل حاجة سلاحة الجذبية دي لقدرش ومحتاجينه. لازم كده يبقى في استيكارات بقى واكشن وحوار ودانيا وبتاع عشان برضو ايه. تبقى امورك طيبة كده. مسلا نحط هنا كده استيكارات عشوائية فهم انت زي. عندك صوت عربية زي دي كده. ايوة دي بقى دي بقى دي بقى ده شكله مش لطيف مسلا ممكن نحط عليه الليه علمت دي هنا. تدخل كده عربية وتتحط مسلا كده ايوة كده. مسلا نشوف الشكل اللي عامل ازاي. نحط برضو الشاص. الشاص برضو لازم تتحط برضو لازم تبقى شاص دي موجودة في كل حتة عشان في كتير اوه بحبوها ما اللي بتفرجوا عالقناة. وناخد برضو الشاشة الكمبيوتر اللي ايه الال سي دي او الال اي دي او صراح ما عرفش دي ايه دي بالزبط. ونحطها مسلا هنا كده في الشكل ده. بس كده باشا. ثانية زبط كده مدير. ايوة محتاجين كنبة جميلة زي دي. تعالي بس يا ابنت. الكنبة دي هتتحط هنا ليه مسلا لو حد مسلا حابب مسلا يتفرج او يلعب جيمينج وكده يعني. فايوب عندنا ايه كمبيوتر جيمينج بقى باشي تقعد تلعب بقى وتروع على نفسك وكده امورك تمام بس يا شباب كده نكونوا سيطرة الحلقة بس طبعا قبل ما يليل الحلقة محتاج ان انا واردكو شاكل اوتوبيس ده وماشي في الظلم عامل ازاي? يعني ها الليل بدأ يجي. المهم زي ما انتم شايفين دي اضواء البص من جوه. شوف لك انت تخيل عندك الحمام سبحان الله. الحمام ليس ملتوي اه? طب والله مية مية بص الحمام بقى بتمطوا بصغر زي ما انت عايز يعني على حسب قعدتك جوه الحمام المهم انت كده كده في امان. وبعين ايه اللي جاب دي هنا بقى لازم بقى نزبط كده بتاع بتاعتنا. وزبط كده يا مدير بسم الله ما شاء الله اللهم صلى على النبي. الله اكبر عليك بص يا باشا ده انت بص بالله. ما تخلص يا شامس انزلي بقى خلانا اتفرج. المهم نبدأ بقى ان نور كشفات البص. كشفات البص مميزة عندنا ومختلفة عن اي حد تاني. بص يا باشا زي ما انت شايف بسم الله ما شاء الله الله وما صلى على النبي. زي ما انت شايف في ادارة. بص انت امورك تمام ومية مية. دلوقتي بقى انت بقى كل انت هتعملوا ايه بقى كسواق بص بقى معاك قهوة جامدة زي دي. كل انت هتعملوا هتجي مسلا تركن هنا كده مسلا على مين او شمال الطريق بالشكل الجامد ده كده. اهو. بس تقفل باشا كشفاتك كده. انت كده باش قاعد جوا عندك الاضواق بتاعتك. عندك نورك. عندك دينيتك. تبدأ تشغل بقى الاغالي ان انت بتشغلها. وتعيش بقى وتستمتع. بس كيش باب كده نكون صنعة الحالة لو انت عندك اقتراحات نضيفها. اه قدام القهوة دي. فا يارد ما تعرفاني تحت في التعليقات. وبس كده يرقيكم في سنسياتي التعديل. يلا. سلام. خباية شاي يا ابني. في السريع وشغلات التليفزيون. اشتركوا في القناة